هذا رجل تصل على إحدى الأيذاعات التي تستقبل الفتاوى فيقول في سؤاله يا شيخ إني كان لي زوجة زوجة كانت ضعيفة ليست كضعف النساء بل أشد ضعفا وقد استعديت عليها واستعليت وقد جعلتها محلاً ليدي كلما غضبت فكلما غضبت ناولتها يدي على أي محل من جسدها في أي مكان تقع اليد لا أبالي في رأسها في كتفها في وجهها في أنفها في أي مكان لا أبالي أدنى غضب ربما يكون أمر يسير لو أحضرت ماء ليس بالدرجة التي أريدها من الورودة ضربتها لو نقص شيء من ملح الطعام ضربته ضربتها يقول وأكثرت الضرب على رأسها ثم بعد زمن أصبحت تصرع عندي في البيت ولما دهمها الصرع همت بالهروب والرحيل إلى أهلها فأعيدت وأعدتها واستمريت على هذه الحال واستمرت معها هذه الحال كأصبحت تنتابها أشياء من الحالات يغمع عليها فجأة فقال الطبيب إنها قد تعرضت لشيء في الرأس جعل هذا الرأس يغشاه شيء من الشحنات الكهربائية التي تؤثر على هذه الإنسانة فتسقط يقول فاستمرت بها الحال واستمريت معها زمنا من الزمن ثم طلقتها ثم هي الآن في بيت أهلها لها أكثر من خمسة عشر سنة لم يتقدم لها أحد بسبب ما فيها من المرض وإني يا شيخ أعلم السبب أنا السبب فأفذني يا شيخ أريد أن أعالجها أريد أن أكفر عن خطأي أريد أن أتسبب لها بالشفاء مما تسببته لها من المرض فسكت الشيخ هنية ثم قال والله ثم والله ثم والله لتقفن أنت وأياها أمام ملك لا يظلم أحدا فيقتص لها كما يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى انظروا أيها الأحبة كيف يعتدي الإنسان على الضعيف وعلى الصغير وعلى الكبير بلربما يعتدي على ذي الشيبة بلربما يعتدي على المريض بسبب الغضب انظروا أيها الأحبة كيف يأتي الندم على أشياء حدثت بسبب الغضب إذن أيها الأحبة الغضب سبب لكثير من المصائب سبب لكثير من المشاكل سبب لكثير من أسباب الندم في المستقبل ترجمة نانسي قنقر